الرسائل اللي حبيت توصلها للطفل بمايد من خلال العمل هذا العمل أول شيء مثل ما تفضلت يعني الشبح ضريف الشبح دائما يخوف فأنا شدني العنوان وقعت مع أحمد الماجد وتكلمنا أن بعد ما قريت العمل شو هي الرسائل اللي بنوصلها للطفل فمن ضمن الرسائل أن أول رسالة وهي أهم رسالة احترام الكبير لأن في بعض الأشياء اللي كانت في العمل أن الطفال اللي موجودين كيف يكونون أشقياء أو يحاولون أن يمزحون مع شخص كبير ولكن هناك الأم في حدود طبعا تحاول أن تردهم للمسار احترام الأشخاص الكبار وجود أهمية الكتاب والقراءة ومسألة أن نحن نكون منظمين في مكان رايحيل جديد فبعض الرسائل هذه الرسائل المهمة التي نحن نحاول أن نوصلها ونعلمها للجيل الحالي شكرا للمشاهدة